طيب إحنا موقفنا كمؤمنين إيه موقفنا من الأحداث من اللي عم بتصير من الأشياء التي تجرى سواء الشر في كل مكان مش بس الغرب كمان الشرق عنا أشر فالعالم كله وضع في الشرير ونظام العالم فاسد وقيم ونظام هذا العالم هو ضد نظام المزيح السؤال أنا موقفي إيه كمؤمن موقفنا من كل هذه الأحداث اللي عم بتدور حوالينا وعم نشوفها أمام عيوننا أحاول أجاوب سرعا نوقتنا بيجري نعارف الأمر الأولاني استعد للقاء إلهك أمين كيف كخاطي الآن أرى الدنيا بتتضمر وممكن حياتي أنا شخصيا تنتهي في أي لحظة استعد للأبدية ممكن أغمض عيني أصل الأبدية أين ستكون في الأبدية لذلك أدعوك يا من تسمع وتشاهد الآن تعال إلى الرب يسوع المسيح المخلص يطهر قلبك وحياتك بدمه الكريم ويعطيك حياة أبدية وأشجع كل المؤمنين أن لنا نغمس في العالم وأحداثه ومشاكله لكن دعونا نستعد مثل العذارة الحاكمات نقوم نشعل مصابيحنا ونضيء في هذا العالم ونستعد لمجيء العريس رقم 2 يقول الكتاب ما ترأيتم كل هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب أخواتي الأحباء أن الصوت ينادي بأعلى بأعلى صوت العريس مقبل اخرجنا إلى لقاءه دعونا نستعد لمجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد رقم 3 يقول لنا الكتاب رائع جدا أن يكون عندنا صبر الرجاء حلوة أوي يقول لنا الكتاب عن هذا الصبر الحلوة أوي أنكم تحتاجون إلى صبر المسيح عندما نرى كل هذه الأشياء دعونا نتحلى بصبر اسمه صبر المسيح ونحن ننتظر مجيء الرب يسوع المسيح يحنى قال أنا أخوكم وشريككم في ملكوت اليسوع المسيح وإيه كمان وصبره رابع حاجة حلوة أوي أن نكرز بالمسيح لكل العالم الذي حولنا الناس حولنا تموت أرجو أن ننخرط في الأمور السياسية ونحن نحب كل الشعوب نصلي لأجل كل الشعوب نصلي لأجل سلام الله يسود العالم كله لكن دعونا بمحبة نكون نقدم رسالة المسيح المخلص لكل الناس نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة